بسم الله والصلاة والسلام ورسول الله الناس اللي في ثلثة سنة والسنة دي وعايزة تأجل مواد ومش عارفة هل الامتحان هيكون السنة الجاية تابلت بالنسبة لهم ولا هيكون ورقة الدكتور رضح جازي نائب الوزير قال إنه لا تعديل على الإطلاق في آليات امتحانات السنوية هذا العام يعني السنة دي امتحانات السنوية هتبقى بوكلت طيب لو حد بقى أجل مواد أو حب يقسم بحيث يمتحن السنة الجاية الامتحانات هتتم ورقيا وبنظام البوكلت وبنفس معايير العام الماضي ده الكلام ده على السنة دي أي طالب هيرصب السنة دي بقى في أي مادة أو أكتر ويبقى للإعادة في السنة الجاية هيؤدي الامتحان فيها مع زملاء إلكترونيا ووفقا للمعايير الجديدة الامتحانة يعني لو أنت أجلت أو قسمت أو ققت في مواد السنة دي وأجلتها للسنة الجاية يبقى أنت كده هتخش امتحان تابلت وهتبقى بالمعايير الجديدة والأسئلة المتحررة وكل المقاييس بتاعة النظام الجديد فالأفضل بقى بالنسبة للناس اللي كانت ناوية تقسم أو تأجل ما يعملوش حاجة من دي خالص وقال كمان أن وزارة التربية والتعليم أعلنت بدء امتحانات شهادة اتمام الدراسة السنوية العامة 2020 يوم الحد 7 يون يبقى امتحانات الثالثة سنة والسنة دي إن شاء الله هتبقى في 7-6 على أن تبدأ امتحانات الدور الثاني 15 أغسطس ده بالنسبة للسنة وحددت الوزارة الفئات المسموح لها بدخول الامتحان الطلاب المقيدون بالصفة الثالث السنة اللي هما المنقولين من تانية سنة وبشعبتيه العلمي والأدب بالمدارس السنوية الرسمية أو الخاص ويشترط حضور الطالب بنسبة 85% على الأقل من عدد الأيام وبالنسبة للملامح السنوية السنة الجاية إن شاء الله في فيديو هسيبه لكم في أول تعليق في الملامح الامتحانات تبقى عاملة إزاي والدنيا هتبقى ماشية إزاي السنة الجاية السنة الجاية مش هبقى في تشعب في تلتة سنة فيش بقى حكاية اللي هي علم يلوم وعلم الرياضة ده أولاً ثاني حاجة الامتحانات تبقى بنظام التابلت مش بنظام البور ولو أنت مقايد السنة دي وأجلت مادة أو حبيت تأسم حيث تخليها السنة الجاية أو ويعتف مادة أو ويعتف السنة والمهم إنك دخلت تلتة سنة والسنة الجاية هتبقى كلها ردخة لنظام التابلت أو للنظام الجديد فالأفضل عشان أنتم متعودين على نظام الورقي والبوكلت خليكم عليه وبالنسبة لتانية سنة والسنة دي هم اللي هيبتدوا يخشوا على نظام البوكلت السنة الجاية ربنا ورافق كل الطلاب أولة وتانية وتالتة ويحققوا أحلامهم إن شاء الله ويخشوا كليات الرسوم فيها شكرا لكم والسلامة